ما يدور في الأفق تخطى التعبير بالورقة والقلم وذهب إلى منطقة أخرى هي منطقة قراءة عامة وشاملة للمشهد من كافة زواياه بالتالي هذا بيتطلب أن يكون لدينا أصوات وآراء وشخصيات تقرأ وتستقرأ وتستشر في المستقبل لتساهم في قراءة المشهد وقراءة الصورة لذلك كان هذا البرنامج المشهد برنامج غير دوري قدمه مع زميلي عمر عبد الحميد الذي أفتقد في هذه الحلقة نظرا لسفره إلى روسيا لكن الحقيقة أنه الأمر والمستجدات بتفرض نفسها بشكل كبير خاصة فيما يجري في أفغانستان ووصول حركة طالبان إلى قصر الرئاسة في كابل ويخرج القوات الأمريكية غير المنظم أدى إلى هذا الشكل وهناك أصوات كما قلنا بالأمس تحدث عن هزيمة منكرة للقوات الأمريكية ونصر الصاحق لقوات حركة طالبان مما استدعى ظهور الأفاعي الإخوانية من كل صوب وحب يتحدثون عن فتح مكة جديد وجاء هذا على لسان أكثر من رجل دين رسمي سواء مفتي عمان أو مفتي باكستان هناك بعض الدول الأول دولة استطاعت أنها تخرج عن كل التفاصيل وتعترف بما جرى كان رئيس وزراء باكستان عمران خان الذي قال ما نصه أن ما جرى في أفغانستان هو أن الدولة الأفغانية والشعب الأفغاني كسر ونجح في تكسير القيود المفروضة عليه وأسمها قيود العبودية الصين وروسيا وإيران وباكستان استبقى الأحداث ورحبا ربما ترحيب على استحياء بما جرى وأعلنت كل الدولة أنها لا تمانع من التعامل مع حركة طالبان إذا كان ذلك يتماشى مع القواني الدولية ومع مصالح الإقليم الملتهب والذي بات يخلف أو يستبدل بالشرق الأوسط الملتهب في كل أحوال العالم مترقب هل يمكن أن تكون هناك إمارة إسلامية أو دولة إسلامية في الشرق بهذا الشكل بهذه القوة بهذا الحجم أم أن هذه القوة قوة هلامية فقاعة ربما تتلاشى مع الأحداث هل هي الصناعة أمريكية هل هي يعني ربما بديل القاعدة في هذا التوقيت كل هذه أسئلة وتساؤلات والاستفسرات تجعل الحديث بالورقة والقلم قاصر إلى حد ما تحتاج مننا إلى استقراء واستشراف ومنقشة وحوار وجدل نختلف في النهاية نرصد ما يجري من بعيد لسبب مهم للغاية هو تأثيره على المحيط تأثيره على الداخل هل هناك علاقة هل هناك هل ثمت علاقة واضحة بين ما يجري في كابل وما يجري في مزار شريف وما يجري في الحدود الأفغانية الصينية في هذه المنطقة المتخمة على مسافة 67 كيلو والتي يلتقي فيها الأفغان الآن طالبان مع الإيجور وهم المشلمي الصين هل يمكن أن نرى هذا المكان أصبح قبلة لكل الباحثين عن حمل السلاح والوصول للسلطة بالقوة هل يمكن أن نرى خلال الفترة الحالية والقادمة موجات من الهجرات الإخوانية السلفية الجهادية التكفيرية القاعدية الدعشية إلى هذه المناطق تحت مظلة دولة إسلامية أو إمارة إسلامية ومنها يتم التجهيز للانطلاق إلى الأقطار مرة أخرى كما قالها عبدالله عزام في 1978 حينما أراد أن يحرر فلسطين فاقترح ونظر أن تكون هذه الحركة التحررية تبدأ من قاعدة هذه القاعدة في بلاد أفغانستان ومن هنا كانت حركة القاعدة أو تنظيم القاعدة هل يمكن أن نرى خلال المرحلة الحالية والقادمة منظرين مؤيدين لحركة طالبان أو الإمارة الإسلامية الجديدة هل يمكن أن نرى التاريخ يعود إلى الوراء ويستنتج نفسه بنفسه ونجد أن هناك من ينادي رسميا بأن هؤلاء مجاهدون وهؤلاء يجب دعمهم كان فيما مضى معونة الشتاء وكان المجاهدين الأفغان كنا نردد هذه الأسماء وتتردد على ما سامعنا في وسائل الإعلام الرسمية لكل الدول العربية وكل المسؤولين على كافة المؤسسات ربما لم يكن هؤلاء على دراية بأنه ما يجري أو ما كان يجري في حينها حلقة من حلقات العمل الدولي الذي ربما لا تراه الأعلين العادية إن ما جرى كان مناكافة ومناوأة للشيوعية كانت الولايات المتحدة الأمريكية تريد ألا ينتشر الفكر الشيوعي في أفغانستان فكان هناك مجاهدين أفغان أسمتهم هكذا لطرد الشيوعيين بعدما تم ترضي الشيوعيين حلت أمريكا محل السوفيت وانحلت الدولة السوفيتية وتحول هؤلاء المجاهدون إلى أرهابيين إلى قاعدة هذه القاعدة كان لها خطة وظيفية انتهت بموت أسامة بن لادن وأصبحت بلا أنياب ثم تلتها تنظيمات زي تنظيم داعش وأبوكو حرام توحيده للجهات إلى آخره كل هذه التنظيمات خرجت من رحمة الإخوان لا أريد أن أذهب كثيرا وبعيدا في فكرة طالبان وما جرى وما يمكن أن يجري لكن أعيد على مسامع المشاهد الكريم أن هناك قوتين بيتشكلوا في العالم بلات المتحدة الأمريكية ومع دول الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الحليفة في الشرق زي اليابان وكوريا الجنوبية وهناك المحور الصيني الذي يلتف حوله روسيا بالناحية كوريا الشمالية وإيران والآن باكستان من ناحية أخرى هناك صراع تجاري بيتحول لصراع ثقافي بيتحول الآن في ملامحه إلى الصراع العسكري بين واشنطن وبكين وأنا أسميتهم محور بكين ومحور واشنطن ما يجري الآن في تقديراتي أنها حلقة من حلقات الصراع بين بكين واشنطن أرادت الولايات المتحدة الأمريكية وهذا تقديري أيضا وربما أكون مخطئا أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تنل هزيمة نكرى كما يقول البعض ولم تحقق طالبان نصرا ساحقا كما يروج البعض وإنما ما جرى كان مخططا وكان مدروسا وكان معد سلفا الولايات المتحدة الأمريكية ذهبت إلى أفغانستان لتحقيق حزمة من الأهداف هذه الأهداف أراها في البداية السيطرة على مراكز إنتاج وزراعة وتصنيع المخدرات خاصة الأثيون حيث أن أفغانستان تنتج 80 أو 90% من أثيون العالم اثنين أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تحيي تنظيم طالبان في البداية ثم تعيد إنتاجه تعمله يعني كما نقول إعادة إنتاج أو update يعني زي ما يقوله على لغة الـ IT أنه اتعمل لها إعادة صوفت وير جديد وتحول تنظيم طالبان في مجمله إلى وسيلة أمريكا بتحركها حركتها الآن للوصول إلى كابل لكي تبدأ عمليات أخرى منوأة الصين في الحزام والطريق منوأة روسيا والتعاون مع الشيشان والحركات الإسلامية التي تمثل حزاما ناريا حول روسيا ثم أيضا مناكفة إيران الدولة الشيعية المتحدة لأفغانستان كل هذا ربما أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تترك فيخاخا أو تنسب فيخاخا بوجود طالبان وجود طالبان كدولة إسلامية وإمارة إسلامية في أفغانستان ستكون بمثابة خط يقطع طريق الحرير أو جلطة تقطع طريق الحرير هل هذا التحليل أو هذا الطرح بيتمس مع الحقيقة؟ هل هذا الطرح بيبعد ويتباعد عن الحقيقة؟